الموسم الماضي النادي الاهلي احرز اربع بطولات مهمين جدا كانت البداية مع بطولة سبعة وتسعين شباب النادي الاهلي وزي ما احنا شافين حضراته دلاتي لقطات من اهداف الموسم الماضي سبعة وتسعين حسم البطولة قبل المطولة بحوالي خمس اسابيع وفرق كبير عن الوصيف كان نادي مصر المكصة كان بيقود شباب النادي الاهلي في البداية كان الكابتن عادل عبد الرحمن اللي راح بعد كده نادي سموها في الدور المتاز واستكمل المشوار الكابتن عمر انور وبرضو حق نجاحات كبيرة وكان قوام الفريق الشباب النادي الاهلي كان مكون من خمستاشر لعب فقط وده انجاز كبير يحسب لفريق سبعة وتسعين ايضا كان من ضمن الانجازات برضو بطولة الفين واحد بقيادة المدير الكوف الكابتن احمد سراج ما شاء الله حقا وارقام كياسية كبيرة وان شاء الله انتظروا خلال فترة جاية برضو موليد الفين واحد هذا الفريق ان شاء الله اللي بيضم عديد من النجوم ومن المواهب الصعدة هتشوفهم خلال الفترة الجاية مع الفريق الاول بالنادي الاهلي برضو بطولة منطقة الفين كانت بقيادة الكابتن امين عرابي اللي حصل على البطولة وحقا رقم كياس كبير فريق الفين اللي مخسرش ولا بطولة في المسابقة وكانوا بيعابوا بطولة منطقة القاهرة ومخسرش ولا بطولة كان عندنا الهداف برضو من فريق الفين ايضا بطولة الفين واربعة بقيادة كابت محمد سعد كانوا بيلعابوا بطولة منطقة وبرضو النادي الاهلي حقا هذه البطولة وكان فيه موضوع فيه هذه البطولة احنا هنا في برنامج الاشبال في ظلنا وراء الموضوع دوت لما الفين واربعة خادوا البطولة كان اللي حسم اللقب فريق اتحاد الشرطة كان فيه لعيب مزهور في اتحاد الشرطة واحنا فتحنا القضية هنا مع المسؤولين في منطقة القاهرة والحمد لله لقينا استجابة وفعلا طلع كلامنا صحيح والفين واربعة حقا البطولة فيه النهاية فبنبارك طبعا للفرق اللي احرازت البطولات داخل قطاع الناشئين لكن الموسم اللي جاي لازم شغل كتير لازم ان شاء الله نحسم نحسم كل الالقاء في كل البطولات ومساعدين شغل كتير وهيكون معايا ضيف النهاردة برضو الكابت مفتح مبروك رئيس قطاع الناشئين بنادلين هنفتح معايا اسئلة وحاجات كتير ايضا برضو من ضمن الانجازات المهمة في قطاع الناشئين في الموسم الماضي فريق الفين زي ما قلت لحضراتكم هو الفريق الوحيد اللي على مستوى البطولات ما خسرش ولا مباراة على مدار البطولات كلها هدف بطولة تسعة وتسعين كان اللاعب صالح نصر برصيد ستة وتلاتين هدف وانتظروا هذا الاسم صالح نصر من اللاعبة والمواهب الصعدة في النادي الاهلي في قطاع الناشئين ايضا هدف بطولة الفين العربي جمال برصيد اتنين وعشرين هدف